اشتركوا في القناة وزراء للودي الجديد استراتيجية الدولة تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين وإقامة المجمعات الخدمية بتكلفات من القيادة السياسية من جانبها كتبت صحيفة الأخبار أسيسي في باريس لتحريك المسار السياسي الليبي إجراء الانتخابات في موعدها وإجراء المرتزقة أبرز الأولويات إشادة دولية بدور مصر في إنقاذ مفاوضات كتوفيسكي وتمويل المناخ جوتيريش يشيد بدور مصر المحورية في التصدي لأثار التغييرات المناخية محليا وعالميا والتوفيق بين مصالح الدول الإفريقية وإجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول من صحيفة الشروق الرئيس السيسي يلتقي في باريس وزيرة الجيوش الفرنسية ويبحث تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في احتفال مجلس الشباب المصرية بمرور خمس سنوات على تأسيسه قرر وزير الداخلية بتنظيم الملسق الإلكتروني للسيرات ورسم سنوي مئة جنيه من اليوم السابع بدء تطعيم طلاب الجامعات الأقل من ثمانية عشر عاما بلقاح فايزر المتحدث باسم التعليم العالي للصحيفة ستون ألف طالب سيحصلون على اللقاح وحذروا دخول الحرم دون التطعيم بدءا من الخمس عشر من نوفمبر الحبس ستة أشهر وغرام مئة ألف جنيه وعقوبة إتلاف شبكات الرل الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار رعضية والعظم بالقاهرة ستون وعشرون درجة إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط الجيش اليمني استعيد مواقع جنوب مأرب وسط تصاعد معاناة المشردين اللبنانيون على أبواب موجة غلاء جديدة الحكومة تسعى لتحسين مواردها بزيادة الدولار الجمركي البرهان يعين مجلس سيادة انتقالي برئاسته ويؤدي القسم ومن الدستور الأردنية الأردن يواقع على مذاكرة التفاهم في مجالات التكامل الصناعي في مصر والعراق على هامش الزيارة ولي العهد لمصر بعد مئة وثلاثة عشر يوما الأسير القوسم ينتصر وينهي إضرابه اعتقالات بالضفاء واعتداءات المستوطنين تتواصل بالخليل وصلوات تلمدية علنية بالمنطقة الشرقية للأقصى الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عرض النازحين بالعالم لأكثر من 84 مليون من عمان اليوم التحالف يعلن تنفيذ ضربات دقيقة في صنعاء وصعدة المبعوث الأممي اختتم زيارة للتعز ويؤكد على ضرورة الحوار الشامل استبتوا أربعة فلسطينيين جراء اعتداء بضفة الغربية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وقفة احتجاجية في لبنان لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من الخليج الإماراتية المجلس الرئاسي الليبي طالب برنامج زمني لخروج المرتزقة تنفيذ 22 عملية استهدفت مواقع تمركزات الحوثي في اليمن ميقات يتمسك بانتماء لبنان العربي وعلاقات الأخوة الأشقاء وكلة الأدوية الأوروبية تقر على جين الكورونا بالأجسام المضادة إلى أبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية ونبدأ من جارديون البريطانية الغرب يحمل بيلاروسيا المسئولية عن محاولة زعزعة استقرار حدود الاتحاد الأوروبي المندوبون الغربيون في مجلس الأمن يدعون إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي في قرار تاريخي الحزب الشيوعي الصيني يمرر قرارا يرسخ سلطة شير جين بينغ مهندس واتفاقية باريس للمناخ يقولون أن أهداف كوب 26 ضعيفة للغاية بحيث لا يمكنها إيقاف الكارثة ومن اندبندنت البريطانية بيلاروسيا تهدد بتعطيل إمدادات الغاز الأوروبية بسبب أزمة المهاجرين المتصاعدة وأوكرانيا تمشر آلاف القوات على حدودها الولايات المتحدة تحذر أوروبا من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا بينما تتجمع القوات قرب الحدود أمال بوريس جونسون تتلاشى بتحقيق إنجاز بشأن تفاقيات المناخ ومن واشنطن بوست الأمريكية قرار قضائي يعلق نشر وثائق ترامب في يوم اقتحام الكابيتول الأمين العام للأمم المتحدة يحث زعماء العالم على تسريع الوثيرة في قرارتهم بقمة كوب 26 المتمردون للمدعومون من إيران يهاجمون مجامع الأمريكيين ويحتجزون موظفين يمنين باستفارة الأمريكية بصمع من يورك تايمز الأمريكية البيت الأبيض يعلن أن خطته ستبطئ التضخم السؤال هو متى؟ موجة كوفيد الرابعة في ألمانيا هي جائحة غير الملاقحين وثاء فريدريك دي كلارك رئيس جنوب إفريقيا الأسبق عن عمر ينهز 85 عاما وهو من تقاسم جائزة نوبيل السلام مع نيلسون مندلا ننتقل الأبرز تصريحات في صحف اليوم ونقرأ من الشروق رئيس السيسي مكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتمسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المعجهة ومن الشرق الأوسط رئيس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الانتخابات البرلمانية في العراق نزيها ومن واشنطن تايمز الرئيس الأمريكي جو بايدن المحاربين القدماء أنتم العمود الفقري لأمريكا وبعيدا عن السياسة نقرأ من صحيفة دليميل موضوع عنا بعنوان الاكتئاب وكورونا نشرت الصحيفة دراسة تكشف أن معاناة مصابي القلق والاكتئاب تضعفت لم يعدل ست سنوات من المعاناة خلال العام الأول فقط من انتشار فيروس كورونا المستجد كما أشرت الدراسة إلى أن الحالة النفسية السيئة خلال فترة الإغلاق أثرت سلبيا على ذاكرة القصيرة المدى لدى الأشخاص الذين كانوا يعانون من الاكتئاب قبل ظهور كورونا وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى طرق الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للبشر والوقاية من الأمراض التي قد تصيب الدماغ مستقبلا وصلنا مشاهدين إلى نهاية هذه الجولة في صحافة القاهرة وأيضا صحافة العربية وصحافة العالمية أشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة